السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبات وطالبات المدارس معدنا النهاردة مع حلقة جديدة من برنامج مدرسة أونلاين هندرس النهاردة مع بعض برنامج جميل جدا وشريك وهو برنامج الفوتشوب طيب برنامج الفوتشوب ده باستخدمه في ايه؟ أقدر أستخدمه في أي حاجة خاصة بالدعاية والإعلان وأقدر أستخدمه كمان في أي حاجة أقدر أصمم به أي تصميمات زي اللجوهات والشعارات اللي هي خاصة بالشركات الكبيرة أو حتى لو مشروع عندي أقدر أسوأه كمان وأقدر أصمم به بوستات اللي هي السوشيال ميديا اللي هعرضها على الموقع السوشيال ميديا وأقدر أعمل لها التدعاية والإعلان الخاصة بيها وبرضه عن طريق برنامج الفوتشوب أقدر أعمل أصمم أغلفة الكتب والمجلات وأقدر أعمل البرشورات كمان الخاصة بيها وأقدر أصمم الكروت الشخصية والبوسترات الدعائية وأقدر كمان عن طريق الفوتشوب أقدر أعمل تصحيح لأي صورة فيها عيوب أو أخطاء وأقدر أعدل منها وحسنها ده برنامج الفوتشوب إن شاء الله هنستمتع بحلقتنا النهاردة مع بعض بس ياريت نركز مع بعض ونطبق أي حاجة ناخدها وبإذن الله نقدر كمان بالبرنامج ده أشتغل أعمل أي تصميم محتاجه سواء أنا عندي مشروع أو عايز أشتغل أونلاين حر تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة هناخدها إيه مع بعض النهاردة برنامج الفوتشوب قبل ما نبدأ في البرنامج تعالوا نشوف إيه هي الأنظمة اللونية طبعا كل جزء في البرنامج خاص بنظام معين وليكن أنا عندي نظام اسمه نظام الارجي بي وده خاص بالإضاءات والفيديو والشاشات أما النظام السي ام واي كي ده خاص بفرز ألوان الطبعة باستخدمه في الطبعة تعالوا نشوفهم مع بعض كده واحدة واحدة ونعرف إيه هم أول حاجة النظام اللوني اار جي بي مود النظام ده بنتعامل مع ألوان الضوء وهو يعبر عن الأطياف الضوئية التي تنتج من خلط الألوان الثلاثة اللي احنا قلناه مع بعض الرد اللي هو الأحمر والجرين الأخضر والأزرق بلو بنسب مختلفة يبقى خط الار الأحمر والجي اللي هي جرين والبلو اللي هي الأزرق ده نظام ر جي بي عندي برضو تقسيمة كده اللي هي الأحمر اللون الأحمر التام زائد الأزرق التام بيديني اللون الماجينتا الفوشية أما اللون الأحمر التام مع الأخضر التام بيديني الييلو الأصفر والأحمر التام زائد الأخضر التام زائد الأزرق التام الثلاث ألوان دول خليتهم بيديني اللون الأبيض وزي ما قلنا النظام ده باستخدمه عندما أنا لما أجي أشتغل بالفيديو أو الشاشات أو الإضاءة الخاصة بالفيديو ده نظام RGB تعالوا نشوف النظام اللي بعده الفكرة اللي هو نظام CMYK زي ما قلنا النظام ده خاص بألوان الطباعة أو معد خصيصاً لألوان الطباعة وهي الألوان الرئيسية في الطباعة عندي اللي هي اللون اللبني والفوشية والأصفر والأسود ومن حروفها الأربعة الأولى يأتي اسم النظام اللي هو CMYK في أنظمة تانية عندي كتيرة بس إحنا دول أهم نظامين لنحن نستخدمهم اللي هو نظام RGB زي ما قلنا باستخدمه في الفيديو وبالتعامل مع الشاشات أما النظام CMYK باستخدمه لفرز ألوان الطباعة تعالوا نشوف بعد كده هندرس إيه مع بعض بيقولي بقى النقطة ملاحظة عشان بقى فاهمين في ملاحظة كده اللي هي الألوان في نظام RGB بتحس إن هي أكتر إشراك أو منورة أكتر من النظام اللي هو CMYK دي هنلاحظها لما نيجي نتشتغل بالنظام ده والنظام ده هنلاحظ الفرق ما بينه تعالوا نعرف مع بعض بقى حلاقة الفيتشوب بتنسيقات الصور المختلفة طبعا إحنا عارفين إن كل صورة أو تصميم لامتداد أو تنسيق معين زي التنسيق اللي هو جي بي جي ده خاص بالتنسيق الصور اللي هي اللي بستخدم فيها ألوان معينة ومنتشر طبعا مقبول عندي والنظام البي إني جي ده نظام معد خصيصا للنشر الإنترنت هو برضو بيستخدم في اللجوهات لأنه بيدعم خاصية الشفافية عندي برضو اللي هو التنسيق الجي آي اف ده خاص بل برضو أقدر أستخدمه في الزراير والمخاططات اللي هي بتنشر على الإنترنت وبرضو عندي اللي هو التنسيق بي دي اف والتنسيق بي اس دي الخاص بالفيتشوب والبي دي اف طبعا لنشر الوسائق الإلكترونية على الإنترنت وعندي تنسيقات كتيرة جدا تعالوا مستعرضهم مع بعض بسرعة كده ونعرف أكتر إيه هم التنسيقات دي أول تنسيق التنسيق جي بجي ويستخدم لحفظ الصورة بحجم صغير لما أجي أحفظ الصورة بستخدم التنسيق ده لما أحفظه بحجم صغير حيث يكون بضغط الحجم للصورة وليس أبعده بيضغط لي الحجم بتاع الصورة ويسيب الأبعاد زي ما هي وزي ما قلنا كلما ازدادت نسبة الضغط وصغر حجم الصورة أثر زلك على سلبا على جودة الصورة طبيعي كل ما زادت النسبة الضغط وقال لحجم الصورة بالتالي الجودة هتقل معايا في الصورة ده التنسيق الجي بي جي تعال نشوف التنسيق الثاني وهو التنسيق جي آي اف ده باستخدمه أكتر في صفحات الويب زي ما قلنا أقدر أخزم فيه الصور بخلفيات شفافة والصور متحركة عندي الصور اللي بنشوفها على دول على المواقع التوازل اللي هي الصور متحركة دي معمولة بالتنسيق اللي هو جي آي اف وبرضو أقدر أستخدمه في تصميم الشعرات والمخططات والأزرار الصغيرة اللي بنشرها على صفحات الانترنت يبقى باستخدمه في الشعرات والإعلانات والأزرار والمخططات والنصوص التي تعرض في صفحات الويب ده تنسيق جي آي اف طيب يبقى كده قلنا التنسيق اللي هو جي بي جي ده بيستخدم الصور الحقيقية زادة الألوان أو زادة العدد الكبير من الألوان والأبعاد الكبيرة أما GIF للصور قليلة الألوان وصغيرة الأبعاد مثل الأزرار طيب التنسيق BNG ابتكر هذا التنسيق خصيصا لصفحات الويب التنسيق BNG زي ما قلنا عملناه أو اتصمم خصيصا عشان أعرض به اللجوهات أو الحاجات للصور اللي هي ذات شفافية عالي وأقدر أعرضه على صفحات الويب يبقى التنسيق BNG تعالوا نشوفه مع بعض ابتكر هذا التنسيق خصيصا لصفحات الويب ومن مميزاته زي ما قلنا من شوية يعني يدعم خاصية الشفافية والألوان زي درجة وضوحها عالية دي برضو بيدعمها وأفضل من ضغط الصيغة اللي هي قلناها من شوية جي بي جي في استخدام الصور على مواقع الويب وإمكانية وضع المعلومات الخاصة بك كحقوق أقدر أحط حقوق ملكية على التنسيق بتاعي اللي أنا عمله وبرضو زي ما قلنا إنه هو يعتبر بديل لتنسيق GIF لأنه برضو بيدعم خاصية الشفافية ده التنسيق BNG مميزاته تعالوا نشوف أيهو التنسيق إيه برضو إنه أحيانا برضو لما باجي يعني قبل ما تحدث المتصفحات بيبقى بيظهر أخطاء عندي ما بيشتغلش بصورة صحيحة في الإصدارات القديمة لكن طبعا مع التحديزات أصبح مدعوما في الإصدارات الأخيرة طيب التنسيق EBS التنسيق EBS ده بقى يستخدم في إيه ده يستخدم بيدعم اللي هو الفيكتور أو البيتماب زي إيه؟ زي برنامج الإلستريتور بيشتغل بنظام أو بيتعامل بنظام الفيكتور غير الفوتشوب بيستعامل مع البيكسل اللي هي النقاط الجنبة بعضية اللي بيكون لي التصميم ده التنسيق اللي هو EBS تعالوا نشوف التنسيق اللي بعده التنسيق بيدي إف ده زي ما قلنا بيستخدم فيه نشر الوسائق الإلكترونية اللي توضع على الإنترنت أقدر أفتحها وشغلها من على الموبايل وأي جهاز عندي تابلت أو على الكمبيوتر باستخدمه بالتنسيق بيدي إف ليه؟ لأنه ممكن لو بعدتوا لحد وورد ممكن تلاقي التنسيقات اتغيرت عندي تنسيقات غير عندي غيري فأنا بحفظه بصيغة البيدي إف عشان يبقى يعني ثابت وواضح للكل ده التنسيق بيدي إف التنسيق بي إس دي ده بيستخدم ليه؟ عشان أنا لو أنا شغال عملت التصميم مثلا النهاردة محتاج طبعا ما كملتش خلاصش التصميم محتاج بكرة مثلا لسه هكمل التصميم وأشتغل عليه تاني فبحفظه بصيغة البي إس دي عشان أول ما أقفل البرنامج وأقفل الكمبيوتر كمان وأجي شغاله تاني يوم هيفتح معي على الفوتوشوب على طول وأقدر أشتغل وأعمل التنسيقات والتعديلات بتاعتي قبل معرضها على طول يبقى التنسيق بي إس دي يسجل هذا التنسيق كل التعديلات والإجراءات التي نقوم بها على الصورة أو التصميم ويمكن العودة عليها وإعادة تحريرها كما يمكن عند الانتهاء من التعديل حفظها بتنسيق آخر لتسهيل تداولها ده التنسيق بي إس دي طيب تعالوا نشوفوا على بعض كده برنامج الفوتوشوب زي ما احنا قلنا من شوية المقدمة بتاعته بس تخدموا إيه هو البرنامج مصمم إيه أصلا مصمم خصيصا للتعامل مع الصور والديزاينات والتصميمات اللي أنا بشتغل بيها وأقدر أطلع تصميمات عالية الدقة للتحسين وتعديل الصور وبرضو أقدر أصمم بيها مواقع وجهات المواقع الانترنت وأقدر برضو أصمم بيها زي ما قلنا اللجوهات والشعارات الخاصة بالعلامات التجارية والشركات الكبيرة والصغيرة وأقدر أصمم بيه بوستات اللي هي البوستات بتخاصة بالسوشيال ميديا وأقدر برضو أصمم بيه الكروت الشخصية وأصمم أغلفة الكتب والمجلات وبرضو أقدر أعمل بكل أنواع الدعاية الخاصة بالشركات اللي عايز أعملها وبرضه زي ما قلنا اقدر اعمل اصلاح للعيوب اللي في الصورة او التصميمات واقدر اعملها واخصصها للدعاية والاعلان تعالوا نشوف مع بعض يعتبر زي ما قلنا البرنامج فوتشوب من انتاج شركة ادوبي والشركة دي مشهورة جدا طبعا وليها كزا اصدار من اصدارات الفوتشوب والبرامج التانية وبيستخدم في انشاء وتعديل الصور التي تعتمد على البكسل يبقى نظام البكسل ده في الفوتشوب عبارة عن ايه عبارة عن بكسلات صغيرة يعني اي صورة او تصميم عندي بيبقى عبارة عن نظام نظمة بكسلات صغيرة كده نقاط جنب بعضيها طبعا كلما زادت عدد البكسلات في الصورة الجودة الصورة بتزيد ومساحة الصورة بتزيد طيب العكس طبعا كلما قلت نقاط او البكسلات دي في الصورة او التصميم بيقل عندي جودة الصورة والحجم بتاعها بيبقى قولة ليلة ده النظام اللي هو الخاص بالبيكسل اللي هو بتعمل به الفوتوشوب تعالوا نشوف مع بعض مميزات برنامج الفوتوشوب طبيعي إن أنا أقدر ببرنامج الفوتوشوب زي ما قلنا بالألوان ونظام الألوان ده أقدر أشتغل واتابع تاريخ الملف وبرضه بيساعدني في فهم إدارة نظام الألوان وإم تفتح الألوان والدرجة بفتحها بيديني لون إيه وغمقها وخلط لونين وكذا وبرضه بالطبيعي لما أعمل ديزاينات بالبرنامج الفوتوشوب هيوفر عليها وقت كتير عندنا انا قعد اشتغل بقى بالطرق التقليدية اللي كنا نشتغل بيها قبل كده هيوفر معايا وقت كتير على المستدق طيب من ضمن المميزات برضو انه بيقدم امكانيات عالية من اضافات افكتس وفلاتر كل دي موجودة على الجهاز بموجودة في البرنامج واقدر كمان انزلها من على الانترنت كل حاجة الوقتي مع تطور البرجانات بيبقى موجود فلاتر وافكتس موجودة كتير جدا اقدر انزلها غير اللي موجودة في الجهاز واقدر اضيف لمسات جمالية وفنية على التصميم بتاعي تعالوا نشوف بعد كده المميزات اللي بعد كده سهولة استعراض الملفات داخله يعني اقدر اشغل الملف وافتح ملفتين وهكذا بسهولة برضو عندي امكانية تخصيص اختصارات لوحة المفاتيح اللي هي short cuts وللقوائم واللوحات مع الوقت طبعا احنا لو اشتغلنا مع البرنامج ده مرة واثنين وثلاثة لازم نبقى اكتر احترافية مش اشتغل بقى بالموس على طول بمجرد ما دوس مثلا Ctrl Shift و E اعمل دمج للليارز Ctrl S يعمل Save وهكذا طيب استخدامات برنامج الفوتوشوب تعالوا نشوف بقى زي ما قلنا من شوية نستعرضهم تاني مع بعض كده سريعا استخدامات الفوتوشوب كتيرة جدا منها زي ما قلنا اننا بنشئ تصميمات ولوحات فنية متميزة وقدر اصمم الشعارات لوجوز والعلامات التجارية والاعلانات وبقدر اصمم بمواقع الانترنت والوجهات بتاع المواقع برضو واقدر اعمل اعداد للصور اللازمة لبرامج الفيديو والرسوم المتحركة بيستخدم برضو برنامج الفوتوشوب عن طريقه وقدر اصمم الاعلانات كبيرة الحجم اللي احنا قلناها من شوية مثل الاعلانات اللي هي بلاقيها عندي على الطرق وبرضو اقدر اصمم بي البسترات الخاصة بمواقع السوشيال ميديا اللي هاعرضها واقدر اعمل لها تمويل وعمل لها تسويق ودعاية واعلان تعالوا نشوف برضو باقي الاستخدامات زي ما قلنا تصميم البسترات الدعائية وتصحيح الصور وضبط درجات الالوان لو عندي حاجة في الصورة مثلا ممكن اللون بتاعها احمر ما الاحمر شوية اقدر اعمل توازن للصورة واقدر اعدل في التصميم واقدر اغير لو في حاجة غير مرغوبة في الصورة او التصميم اقدر اشيلها واصلح من الصورة تلوين الصور القديمة برضو אصطلح عايوبها اقدر الون لو عندي صورة ابيض وصوت برضو اقدر الونها ولو عايز صورة ملونة ارجعها ابيض وصوت برضو اقدر اعمل كل ده برضو من ضمن الاستخدامات إطفاء لمسات فنية جميلة على الصور وبرضو تعديل أنواع ملفات الصور وامتدادها وأقدر أعمل تجميع لأكتر من صورة برضو ببرنامج الفوتوشوب يعني إيه؟ يعني مثلا أنا وليكن عندي كذا صورة صورتها في مكان معين أقدر أجمعهم مع بعض في دزاين واحد بحيث أنه يظهر لي كصورة واحدة دي استخدامات برنامج الفوتوشوب تعالوا نشوف بقى نبدأ مع بعض الشغل العملي ونشوف البرنامج بيشتغل إزاي على الجهاز بسيطة جدا زي ما احنا عارفين نعرف مع بعض كده البرنامج بيشتغل إزاي من تحت هوا بضغط على Search وبمجرد مكتب أول حرفين أو تلاتة من اسم البرنامج بيظهر لي البرنامج اللي احنا نشتغل عليه برنامج فوتوشوب CS6 أو لو عندي الإمكانية بتاع الجهاز عالي قدر أشتغل بالإصدار الجديد اللي هو 2021 عادي معي أو أجيبه من هنا برضو أقدر أشغله من فوق عندي من Start عادي يبقى فيه أكتر من طريقة أقدر أشغل بيها البرنامج طيب بعد ما اشتغل البرنامج تعالوا نتعرف مع بعض على الشاشة الافتاحية وبيتكون من إيه البرنامج واحدة واحدة مع بعض كده ياريت نركز ولو حابين بعد كده تجيبوا البرنامج واتطبقوا وتشتغلوا ولو في حاجة واقفت معاكم ممكن تسألوني عليها بعد كده بإذن الله ونقدر نجاوكوا عليها في الحلقات القادمة تعالوا نشوف الشاشة الافتاحية من البرنامج بتتكون من إيه قدامي الشاشة اللي احنا شايفينها دي أول حاجة فوق دي ده شريط القوائم كل حاجة أو كل قايمة بضغط عليها بيظهر لي قوائم عندي الجزء اللي تحته خالص ده لو ضغطت على كل أده من هنا بيظهر لي الخصائص بتاعتها والجزء العشمال ده اسمه شريط الأدوات أو شريط أدوات الفوتشوب الجزء اللي علي يمين عندي ده اللوحات خاصة باللوحات اللوحة الألوان وهنا خاصة باللوحة الستيلات وغيره واللوحة المهمة جدا عندي اللي هنستخدمها كتير جدا وهي اللايارز أو الطبقات كل ماعمل ديزاين أو تصميم أضيف عليه جزء بيضيف لي طبقة وليكن كتابة نص بيضيف لي طبقة تاني فيها النص وهكذا معايا وإحنا شغالين مع بعض وهنا طبعا الجزء اللي هنا ده ده خاص بمنطقة العمل اللي هشتغل فيه التصميم طيب تعالوا نتعرف مع بعض على اللوحات ايه هي قدامي عندي أهو ده البرنامج بعد ما شغلت وأول حاجة عندي هنا جزء اللي على يمين عندي الكلارز أهو والسواتشز أهو الخاصة بالتدريجات اللونية عندي أهي تمام والأدجسمنتس والستايلس كل دي لوحات أقدر أتعامل بيها وزي ما قلنا اللي هي الطبقات والتشانلز اللي هي القنوات عندي والبس اللي هي المسارات الموجودة وطبعا دي عندي اللي هي خاصة بالبراشز اللي هي الفرش أهي طبعا لسه ما اشتغلتش بالتصميم ولا ضفت حاجة وده خاص بالمعلومات عن الانفو بالتصميم اللي أنا شغال به وده الخصائص وعندي الهيستوري التاريخ لو أنا اللي هو الجزء اللي أنا اشتغلت به أقدر أرجع وأعمل تراجع عن أي خطوة عملتها وده شريط النبيجيتور العرض وعندي هنا لو في لوحة مش ظهرة أقدر أجيبه من قايمة ويندو بضغط على ويندو وأختار منها وليكن أكشنز أهو ظهرت معي اللوحة موجودة هي أي لوحة عندي مش ظهرة بقدر أجيبها من الجزء ده وأشغل مثلا وليكن عايز أعمل أكشن معين من هنا طيب عايز أظهر برضو اللوحة اللي هي الخاصة بالإنفو أو ليرز أو غيره أقدر أظهره من قايمة ويندو ده الجزء الخاص باللوحات عشان أشغل ملف بضغط دابل كليك على ديزاين في النص هنا بيظهر معي وليكن عايز أقدر أشتغل وأدوس على صورة أو الطريقة الثانية من فايل وهضغط على أوبن أو كنترول وأوم الكيبورد طبعا أسرع وأقدر أختار أفتح الملف أو التصميم اللي أنا هشتغل عليه أقدر أجيبه مثلا من أي فولدر موجود على الجهاز وليكن الديزاين ده وهقول له أوبن اشتغل معي أهو وظهر في الديزاين كل حاجة موجودة عندي في اللوحات أهي ودي لوحة الهيستوري زي ما قلنا وده الخاص بالعرض أقدر أكبر من هنا وأصغر من الجزء ده زي ما احنا شايفين الصورة الحجم بتاعها بيكبر معي ويقدر يتغير وأقدر أتحكم في عرض الصورة ده الجزء الخاص باللوحات وإزاي أفتح صورة وضيفها على البرنامج وإسم التصميم أهو أو الصورة بيظهر معي والتنسيق بتاعه موجود معي هنا برضو وهنا لو دوست على انفو بيجيب لي المعلومات الخاصة بالديزاين أو الصورة اللي أنا عملها والحجم بتاعها تحت اهو كل حاجة خاصة بيها بتظهر معي في البرنامج يبقى كده عرفنا الأول حاجة شاشة الفتحية للبرنامج وعرفنا بتكون من ايه وتعرفنا مع بعض كده عايزين بعد كده نشوف هناخد اين مهاردة تاني مع بعض عشان نقدر نشتغل في البرنامج بقى الجزء العملي أكتر ونفهم كل جزء وأدوات بتستخدم في ايه تعالوا نشوف مع بعض تعديل ألوان واجهة البرنامج يعني ايه تعديل ألوان بواجهة البرنامج يعني مثلا اللون اللي قدامي ده اللون هو خاص باللون الرصاصي أو أبيض غامق شوية مثلا وليكن أنا اللون ده ما بيريحنيش أقدر أخليه غامق شوية أو دارك تعالوا نشوف بنعمل الكلام ده ازاي من قايمة edit وبعد كده بنزل آخر حاجة عندي preferences أهو وبعد كده باختار منها الجزء اللي هو بضغط عليه اللي هي الواجهة وأقدر أختار الجزء اللي أنا عايزه من color theme من appearance أهو وليكن أنا خليت الواجهة عندي غامقة شوية وأقدر أخليها أفتح شوية وأفتح وهكذا إلى أن يظهر معي اللون اللي أنا هشتغل به براحتي على حسب ما العين هتقدر تبقى مستراحة في أنهي لون وأضغط ok عشان يتطبق معي في الليزة كده أنا عملت تعديل للألوان وعرفنا إزاي بعدل كل وجهة لوحديها وأختار اللون الغامق إمتى واللون الفاتح تعالوا نشوف مع بعض أدوات الفوتوشوب بستخدم في إيه ونركز مع بعض لأن الأدوات دي هي اللي هيتم بناء عليها البرنامج كله ولو في إمتها صح هعرف إمتى أستخدم كل أداة لوحديها في التصميم وأنا شغال تعالوا نشوف الأدوات اللي موجودة عندي أهو أول حاجة هفتح design هتغط double click هنا أو من file وأقوله open أو control O زي ما قلنا وهضغط عليها بيفتح دي ال design أهو أختار أي صورة مثلا أقدر أشتغل عليها وليكن الصورة دي وأقدر أعدل عليها نشوف بقى الأدوات اللي هنطبقها أداة أداة كده مع بعض دسمو شريط الأدوات أقدر أتحكم فيه موجودة على اليسار أقدر أشيله وتحكم فيه عندي أهو كل أداة بضغط عليها ليها خصائص فوق أهو كل أداة بتظهر الخصائص بتاعتها تحت شريط القوائم أقدر من النقط دي أسحابه كده وأحركه في أي مكان أنا عايزه وليكن مش محتاجه على اليسار الشاشة أخليه على يمين مثلا أهو وأقدر أتحكم فيه مكانه زي ما أنا عايز أورجعه المكان الأصلي تعالوا نشوف بقى مع بعض كل أداة بتتحكم فيها إزاي عندي الأداة اللي هي أول حاجة دي السهم اللي هي أداة الموف طول اختصارها من الكيبورد لو دستعال فيه هيختارلي الأداة على طول أقدر أشتغل منها أهو طبعا بيقول لي لو جيت حرك بقى للصورة هنا وديزاين بيقول لي لأ خلي باقي اللير لوجد مقفولة طيب نشيل القفل من عليها عشان أقدر أتحكم من التصميم هتغل طبي الكيبك على اللير وهقول له أوكي كده الصورة تشيل من عليها القفل أقدر أتحرك أهو أسحابها بالموف طول عادي جدا في أي مكان وأتحكم في الأبعاد بتاعتها زي ما أنا عايز طيب الأداة اللي بعديها وهي أريكتانجل أهو دي أداة التحديد كلها أدوات فيها مجموعة أدوات هاي زي ما أنا عايز وليكن عايز أحدد الجزء ده مثلا حددته كده بكليك شمال بالموس وأسحب وبعد كده أقدر أغير التحديد برضو دائري خليه دائري بيضاوي زي ما أنا عايز وأقدر أخليه دائري بضغط على شفت وأسحب عشان يبقى الأبعاد منتظمة أو في شكل دائري وبعد كده عندي الأداة اللي بعديها لتحتيها أقدر برضو أعمل أداة تحديد حر أحدد الجزء اللي أنا عايزه مثلا وليكن الجزء ده هحدده كده بضغط كليك شمال وأفضل ضغط وأحدد وبعد كده سيب إيدي أنا حددت دلوقتي الجزء ده من الصورة وبعد كده أقدر أعمل كمان فيه عندي جزء برضو اللي هو خاص بالكويك سيليكشن تول والماجيك تول برضو اللي هو التحديد السريع والسحري أقدر برضو أحدد كل دي أدوات تحديد عندي نتعرف عليه ونجربها مع بعض واحدة واحدة كده ونفهم أكتر التحديد ده بعمل بي أهو أقدر أحدد بيه أي جزء أنا عايزه وبضغط على كنترول وأسحب الجزء ده مثلا أهو مش محتاجه في التحديد وارجع أحدد شيئي دين على كنترول وأحدد تاني أهو الجزء اللي أنا عايزه وأحدده براحتي من أداة التحديد الحر دي أداة التحديد اللي هي الكويك سيليكشن تول وأقدر أزبط التحديد اللي أنا عايزه بعد كده عندي الأداة اللي بعدها اللي هي الكروب تول أقدر أعمل أصغر الحجم الصورة وأتحكم في الأبعاد بتاعتها أهو أقص منها جزء أنا مش عايزه مثلا وهكذا أهو أتحكم وأضغط على صح عشان يطبق التعديل اللي أنا عملته وعندي الأداة اللي هي اللي بعدها اللي هي الزي الأطارة كده أقدر أختار منها اللون اللي أنا عايزه أهو وليكن عايز اللون الدرجة دي هضغط عليها وقف عليها كده اختار لي اللون أهو الأحمر وليكن عايز الدرجة مثلا الدرجة دي بغط عليها ورجعت غير إختار لي الدرجة على حسب ما أنا مفترض عايزة أختار اللون بس مش عايزة طيب الأداة اللي بعدها وهي أداة اللي هي الهيرينج براش تول أقدر أشيل منها أو أصلح منها العيوب والأخطاء بمجرد مثلا أعايز أشيل الجزء ده في التصميم أو الصورة شلته معايا ببساطة الأداة اللي بعدها اللي هي البراش تول أقدر أرسم كأنني ماسك فرشة عادي وشغال بإيدي وارسم الجزء اللي أنا عايزه وممكن أكتب بيه على أي كتابة الأداة اللي بعدها اللي هي الكلون ستم تول أهي أقدر لو جيت مثلا على الجزء ده وضغط كنترول وضغط هنا وبعد كده جيت أعملت دي سحب لي الجزء من هنا ومساح لي خد لي من الجزء القريب منه وتمسها لي طيب اللي بعدها اللي هي الهيرستري اللي هي خاصة بالفرشة برضو والتالي بتاعها اللي هي التعديلات طيب اللي بعدها اللي هي الأداة اللي هي الممحقة والأستيكا أقدر أختار الحجم بتاعها من هنا زي ما قلنا كل أداة لها خصائص فوق أقدر أختار الأداة والخصائص بتاعتها وحدي حدة الفرشة وقدر اهو امسح بيظهر لي طبعا الجزء طالما ظهر كده يبقى ده الجزء اللي وراه شفق بعد كده الاداة اللي بعديها اللي هي gradient tool دي خاصة بالتدرج تعال انا هتظهر معايا لما نيجي نعمل file و new هعمل تصميم جديد واقول له خلي background white ابيض اهو مثلا تعالوا نشوف مثلا نطبقها لو جيت رسمت اهو سحبت من فوق لتحت او مليمين اليسار اعملي تدرج لوني ما بين لونين اهو باختار اللونين هنا الخليط منهم ودي الستيلات اللي بيعمل لي عليها التدرج اللوني اهو اللونين تحت اهو اللي بيعمل لي تدرج منهم اقدر اختار اللونين اللي انا عايز اعمل تدرج منهم وليكن اللون الرصاصي ده واختار اللون التاني اخليه مثلا الدرجة دي وهسحب كده أهو عملي تدرج لوني زي ما أنا مختار في الألوان طيب الأداة اللي بعديها عندي البلورتول أهو أو التمويه هنرجع للصورة الأصلية أهي وهختار الأداة أهي بلورتول وهاجي مثلا عند الجزء ده أهو وهضغط كده كليك شمال بالموس وافضل أضغط وأسحب عملي زي تمويه أو تشويش على الجزء اللي أنا عملته وقدر أرجعه تاني بكنترول وزد وبرضو عندي الشاربين تول اللي هي أداة الحدة بتخلي الحاجة أكتر حدة أو بتخليها واضحة أكتر لو حاجة ما غبيش مش واضحة معي وليكن الجزء ده طبعا أفضل أضغط لغاية ما يبقى أهو مثلا الجزء ده بقى أكتر حدة أو بقى شاربين أكتر أهو مثلا الجزء ده أضغط وأسحب بالموس كليك شمال طيب الجزء اللي بعده هو سموت دول أهو هاضغط مثلا وليكن الجزء ده أعملي زي سيح الجزء كده على بعضها سيح الألوان على بعض أعمل هالي دخلها في بعض زي ما أنتوا شايفين أو أقدر أرجع كنترول وزد الأداة اللي بعدها دوتجي تول أقدر أعمل بيها وليكن أعمل بيها زي أشيل منها الألوان أو أزبط بيها الألوان والبشرة البورن تول العكس بتاعها مثلا بتغمأ بتغمأ الصورة أو بتغمأ البشرة برضو إسبونج تول أهو لو ضغط عليها تعالي نشوف هنزبط بيها الجزء ده مثلا أهو زبط لي الأداة كل الأداة اللي ما احنا شايفين بتعمل إيه سحب لي اللون منها وخلاها أبيض بس بين تول دي أداة التحديد اللي هي الخاصة زي ألم كده ماسك ألم وبحدد بيه دي أداة أكتر احترافية طبعا ما باستخدمهاش إلا لما أبقى متمكن شوية من التحديد ومع الوقت هبقى كل مرة إيدي هتبقى أكتر يعني ضغطها في التحديد معي الأداة اللي بعديها وهي أداة الكتابة طبعا دي أداة مهمة جدا باستخدمها وأنا عايز بعمل تصميم على صورة أو عايز أعمل حاجة أهو عليكم عامل عايز أكتب حاجة على ديزاين ده مثلا بسحب كده وليكم الجزء ده اللي هكتب فيه وهكتب زواء عربي أو انجليزي وليكن أي كتابة مثلا وبعد كده أقدر أحددها أضغط كزا دغطة بشمال بالموس أو كنترول وإيه وحددها وبعد كده أختار حجم الخط زي ما أنا عايز أكبر أصغر حجم الخط وأقدر كمان أخليه بولد أو سميك أو غيره وأقدر أغير نوع الخط اللي أنا عايزه براحتي وأقدر برضه أهو أختار أي خط وغير لون الخط ودوس على خليها مثلا في الانتصف مثلا وأقول له وليكن اللون من هنا زي ما قلنا وهدوس صح عشان يطبق التعديلات طيب أجيب أداة المفتول أختصارها في ميكيبورد وأسحب وحددها في المكان لنا عايزه كل حاجة نزلت على اللير أهو اللير اللي فيه الكلام في طبقة والصورة الأصلية أو الخلفية بتاع الصورة نزلها في طبقة الوحدية طيب بعد كده الجزء اللي هو خاص بالأدوات الريكتانجل والراوندد وهكذا كل دي أدوات جاهزة لو ضغطت عليها وجيت مثلا من رسمت هنا على النص ده طيب ظهر ليه فوق النص لأن الطبقة دي فوق طلعت فوق الكلام طبع أعكسهم أسحب دي تحت دي أهو خليت الكلام فوق الشكل طبعا مش ظاهر برضو ليه لأن اللونين هنا زي بعض فهغير لون الخط هضغط عليه وغير لونه وخليه لون أغمق شوية عشان يظهر معي كل دي مهارات وإحنا شغالين هنتعرف عليها ونتعرض لها أكتر بإذن الله ظهر معي زي ما تشايفين الخط واضح في الديزاين تعالوا نشوف الأدوات اللي بعديها وهي الهاند طول أكبر أهو وأصغر كأنني ماسك وأسحب تصميم في الجزء اللي أنا عايزه كأنني ماسك بإيدي الصورة وبحددها وأحركها في الجزء اللي أنا عايزه بعد كده الأداء اللي بعديها وهي الأداء اللي هي خاصة بالتكبير أهو بضغط بكبر الصورة وأسحب الصورة كبر وصفر الصورة زي ما أنا عايز طيب دي الألوان اللي باستخدمها وكده نكون اتعرفنا على الأدوات الخاصة ببرنامج الفيتشوب طبعا الأدوات دي أساسية معايا وكل أداة زي ما احنا شفنا خدنا الأداة بشتغل بيها إمتى وإمتى مثلا أكتب النص وإمتى أغير اللون وأعرف أغير أي حاجة في الديزاين لو عرفت الأدوات صح واشتغلت بيها في البرنامج هقدر أطبق بإذن الله كل حاجة في البرنامج صح وأنا شغال لازم نعرف الأسيات الأول قبل ما نبدأ في الشغل التقيل بتاع البرنامج تعالوا نشوف بعد ما خدنا الأدوات هندرس إيه تاني النهاردة مع بعض أوامر شريط القوائم هنتعرف مع بعض بقى على كل قايمة بتتكون من إيه وكل شريط مثلا قايمة فايل بتكون من إيه وهكذا تعالوا نشوف على الجهاز مع بعض عندي الجزء اللي فوق ده شريط القوائم أول قايمة عندي قايمة فايل ملف ده ما بضغط عليها بيظهر لأول حاجة نيو اللي هو لو عايزة فتح تصميم جديد واختصاره من كيبورد كنترول وحرف الان أو كاترل وان الأوبن فتح واختصاره كاترل و او و اوبن از اختصارها اهي اللي موجودة معي و بيقفل لي التصميم اللي أنا فتحه بيقفل لي كل التصميمات و طبعا كل حاجة اختصار جنبية سيف كنترول و اس بيحفظ لي التصميم في مكان تاني وباسم مختلف سيف فور ويب حفظ للانترنت استخدام الانترنت امبورت واكسبورت بصدير واستراض الملفات والأي تاني عندي موجود في شريط الفايل او قايمة فايل عندي الفايل انفو والأجزت اللي هي الخروج من البرنامج والأيدت عندي قايمة ايدت موجود فيها الاندو اللي هو التراجع واختصارها كنترول وزد والبرضو اللي هي ستيب فورورد وهكذا العكس بتاعها اللي هي التراجع وخطوة الامام وخطوة الخلف عندي كات كنترول و اكس اختصارها كابي كنترول و سي كابي مرجد وهجازب باست كنترول و في واقدر اعمل تعبئة فيل وبرضو اقدر اعمل ستروك لو عايز اعمل اطار وبرضو فري ترانسفورم اللي هو اداة التحديد الحر اقدر اشتغل بيها وعندي اللي هي الجزء الخاص بالبريفرانسز اللي هي التفضيلات معايا او لو عايز اعادل وجهة للبرنامج والجنرال من هنا والانترفيس الواجهة والاداء واعدل من الجزء الخاص بالرامات في البرنامج اللي هستخدمها في البرنامج الفتش القايمة اللي هي خاصة بالصور وهنا المود انظمة اللونية اللي احنا اخدنا منهم اللي هو الار جي بي والسي ام واي كي طبعا فيه انظمة كتيرة بس ما اردناش ندخلكوا فيها لانه هي مش بنستخدمها كتير طول اهم من نظامين عندي الادجاسمنت خاصة بالتفتيح بتاع الصورة والتغميق والتباين والتدرج والاكسبوجر اللي هي درجة سطوع عندي برضو الكالر بالانس التوازن اللوني والبلاك اند وايت كل ده موجود عندي في الادجاسمنت وعندي الاميج سايز و اوتوتون بيعدل لي تعديل تلقائي للصورة زي ما هو شايف في البرنامج بس ما اوقات مش بتصبت اوتو كونتراست برضو التباين و اوتو كالر خاص بالالوان اما اميج سايز زي ما قلنا الحجم بتاع الصورة و برضو كروب القص والدبلي كيت تكرار القايمة اللي بعديها اللاير خاص بالطبقات اول حاجة عندي نيو لو عايز اعمل طبقة جديدة دبلي كيت لاير عايز اكرر اللاير تاني قايمة عندي سيليكت عايز احدد كل الحاجات الموجودة العناصر الموجودة في التصميم او كنترول ايميل كيبورد لوحة المفاتيح عندي وخاصة بالفلتر القايمة الخاصة بالفلتر اللي هي الفلاتر الجهزة في البرنامج وليكن عندي بلور اللي هي بيعمل لي اقدر اعمل تمويه في الصورة واقدر اعمل خاص فلاتر خاصة بالنويز الضوضاء والتشويش والرندر والبيكسليات برضو والشاربين اقدر اعمل بيكسليات خاصة بالحدة بتاع الصورة وقدر اعمل فلاتر خاصة كأن الصورة مرسومة وهكذا زي ما هنتعرف مع بعض الفيو القايمة اللي هي فيو العرض فيها زوم ان وزوم قوت واختصارها كنترول وزاد وكنترول وماينس برضو الويندو عندي خاصة بالقايمة اللي هي عندي وورك سبيس اقدر اللي هي وجهة العمل اللي هشتغل بها لو عايزها اذا كنت فوتوغرافي او اعمل بها موشن او خاصة بالبنتنج اقدر اغيرها من هنا وعندي هنا دي زي ما قلنا اللي هي اللوحات البالتس موجودة اقدر اختار اي لوحة لو مش ظهرت طالما موجود عليها صح ويبقى ظاهرة عندي لو مش ظهرة بقدر اجيبها من قايمة ويندو ودي القايمة الخاصة بالهلب اللي هي لو عايز اعمل اي حاجة لمساعدة وانا شغال طبعا بتبقى بالانجليش موجودة معي كده اتعرفنا على الجزء الخاص بيه اللي هي الاوامر الشريط القوائم وكل حاجة عرفنا كل قايمة بستخدمها في ايه وامتى استخدم قايمة فايل وامتى استخدم قايمة view وامتى استخدم القايمة image وقايمة layer تعالوا نشوف مع بعض هندرس ايه تاني مع بعض النهاردة تعالوا مع بعض انشاء مستند جديد ازاي بنشئ مستند جديد على البرنامج الفوتوشوب تعالوا نشوف احنا قلنا من شوية لو عايزنا نشئ مستند جديد فيه اكتر من طريقة يا اما من file و new واختار بعد كده الاعادات الخاصة بيه او من keyboard control و N او caterer وحرف ال N من لوحة المفاتيح بيعمل لي بيفتح لي مستند جديد تعالوا نشوف على الجهاز من قايمة اهو file وضغط عليها وبعد كده هاختار new او من keyboard control و N ضغط عليها اقدر اختار الجزء اللي انا عايزه هكتب هنا اسم الملف او التصميم اللي انا عايز اعمله وليكن تصميم واحد او design one اي اسم اللي انا عايزه وهنا عندي الاعادات الخاصة بالتصميم اللي انا هعمله الطول عندي هنا الويتس العرض ازا كنت استخدمه بالسنتيمتر ولا البيكسل ولا غيره هنا الهيه اللي هي الارتفاع و RESOLUTION اللي هو الدقة او الجودة عندي اقدر برضو خليها بالبيكسل او غيره عندي color mode النظام الانظمة اللونية لا استخدمها اما بتماب راي سكيل RGB color CMYK لاب color كل دي انظمة لوونية تمام و قولنا مفروض ان النظام الفرق ما بين النظام الارجي بي ده استخدمه في الشاشات والاضاءة والفيديو اما CMYK لو هستخدمه لعشان اطبع الشغل بتاعي الBackground contents المحتويات الBackground اخليها اما white خلفية بيضة او background color لون الخلفية اللي موجود عندي او transparent اللي هو الشفاف او الشفاف اي يبقى شفاف اختر white وبعد كده هقوله اوكي فتح معي الديزاين زي ما انت شايفين بالشكل ده و اسمه فوق اهو و اقدر بعد كده اشتغل في التصميم زي ما انا عايز وعدل في التصميم وابدأ اشتغل يب احنا كده عارفنا ازاي بنشق المستنى الجديد او ملف اشتغل به من file وopen او control او caterl و in من لوحة المفاتيح عشان يفتح معي الديزاين تعالوا نشوف مع بعض اي تاني هندرسه المرضى تلوين الخلفية ازاي بلون خلفية العمل اقدر اضيف اي لون فيها واعدل واعمل التعديلات الخاصة بيه تعالوا نشوف مع بعض هطبقها ازاي عملي على الجهاز قدامي الديزاين ده اهو وليكن هختر الاداة دي واضغط كليك يمين واختار منها تاني واحدة اللي هي اداة اللي هي عاملة زي الجردل او paint اهو اللونين دول مثلا هضغط هنا اخترت اللون اللي فوق اللي زرق وضغطت كده على الطبعة لللون ده طب لو اخترت لون تاني مثلا اي لون هختاره هيعمل لي برضو نفس اللون واقدر ابدل منهم من الساهمين دول ابدل ليه اعكس اللونين مكان بعض واقدر برضو اختار اهو واضغط هيعمل لي الالوان زي ما انا عايز بعد كده اقدر اختار برضو عندي الgradient tool اللي هي اداة التدرج زي ما قلنا واختار الدرجة اللي انا عايزها اهو من فوق لتحت او من الاتجاه اللي انا عايزه بعد كده اقدر برضو اتحكم في الدرجة برضو عندي اذا كان foreground او background اهو اللون الامامي واللون الخلفي للصورة وليكن هختار اللونين دول واتحكم واضغط في الاتجاه اللي انا عايزه هيعمل لي التدرج اللي احنا شايفينه مع بعض واقدر اختار ال style اللي انا عايزه وليكن ال style دي اجربهم مع بعض وعلى حسب كل تصميم وانا محتاج اعمل ايه في التصميم طبعا لما بشتغل بايدي اكتر واكتر واغلط واعدل وهكذا هلاقي نفسي باذن الله باقدر اشتغل بالبرنامج وادر بعد كده اضيف وادر اطور من نفسي وكمان اكمل دروس بقى اكتر احترافية وانتقل للمستوى الاعلى كل دي احنا بناخد اساسيات البرنامج مع بعض بمجرد ما اتحطينا على اول الطريق في البرنامج اقدر كمان اطور من نفسي وادور وابحث على الدروس تانية ان شاء الله احنا هناخد مع بعض الاساسيات ومع دي كده كمان اقدر اطور كل ما هنمشي نتدرج في البرنامج هناخد دروس متقدمة باذن الله هتفيدنا طول ما احنا شغلين تعالوا نشوف مع بعض الجزء اللي جاي بعد كده يتكلم عن ايه اختصارات لوحة المفاتيح في الفوتوشوب طبعا زي ما قلنا لوحة المفاتيح بتسهل الشغل معايا كل ما انا ابقى اكتر احترافية في البرنامج ما اشتغلش بالموز اشتغل بالكيبورد عندي بمجرد مثلا زي ما قلنا لو عايز احفظ بادوس كنترول واس عايز مثلا ادمج طبقات مع بعض كنترول وشفت وإي عايز احفظ او افتح ملف كنترول وقوة كذا طول ما انا شغل تعالوا نشوف مع بعض على الجهاز ايه هي الاختصارات الخاصة بالوحة المفاتيح اول حاجة الفتح ملف جديد كاترل و مفتاح الان اس كاترل و اكس لسك كاترل و في عايز احفظ باسم كنترول او كاترل و شفت و اس التلات الزراير مع بعض بضغط عليهم مرة واحدة التحويل الحر اللي هو فري ترانسفورم كاترل و حرف تي اغلاق الكل الكاترل والالت و حرف الدابليو زي ما قلنا برضو عندي خطوة الامام عايز احط اطلع خطوة الامامي في الديزاين او الملف بدوس كاترل و شفت و حرف الزد فتح اللي هي اوبن كاترل و حرف الاو نسخ كاترل و حرف السي حفظ كاترل و حرف الاس طباعة كاترل و حرف البي اغلاق كاترل و الدابليو إلغاء التحديد كاترل و دي و خطوة الخلف زي ما قلنا اللي هي كاترل و شفت كاترل و آلت و مفتاح الزد كل دي اختصارات طبعا بتصرع معي الشغل و انا شغال على البرنامج انا اشتغلت بالماوس فى الاول طبعا لما ببدأ بيدي تاخد على الكيبورد بقى هتلاقي نفسي شغال بالمفاتيح على طول اللي هي فاصة بالكيبورد الاختصارات هتصرع معي الأداء في البرنامج تعالوا نشوف الجزء اللي بعده التعامل مع الملفات عندي الجزء الخاص بالتعامل مع الملفات اهو من قائمة فايل و هفتح ملف الاول او ديزاين من فايل و اوبن هختار الديزاين اللي انا عايزه مثلا وليكن ديزاين ده و دست اوبن اشتغل معي الملف اهو وهقفله برضو من ال اكس هنا و اقدر اشغله من هنا لو ضغطت ده بالكليك شمال واختار برضو هنا و اضغط اوبن او زي ما قلنا من كنترول و او من الكيبورد في اكتر من طريقة و اضغط على ديزاين دابل كليك شمال او اضغط عليها ضغطة و اقول له اوبن كده فتح معي اخدنا اكتر من طريقه اهو لفتح البرنامج والتعامل مع الملفات طيب تعالوا نشوف حفظ الملفات ازاي بحفظ الملفات في البرنامج تعالوا نشوف مع بعض على الجهاز اهو من قائمة فايل وبعد كده اقول له سيف او اختصارها كاترل و حرف الاس سيف اس لو هيحفظ لي باسم تاني و نسخة تانية يعني و في مكان تاني اهو بضغط عليها واحدد المكان والي يكون على الديسك توب واقول له فايل نيم اسم الملف من هنا وبعد كده اختار سيف في اكتر من طريقة زي ما قلنا الفرق ما بين سيف و سيف اس لازم نعرف الفرق ما بينه تعالوا نشوف ازاي بيتم طباعة الملفات في البرنامج اللي هو برنامج الفوتوشوب عندي من قائمة فايل وبعد كده هقول له تحت خالص اهو اختصارها الكاترل و بي زي ما قلنا من الكيبورد و مجرد ما اضغط عليها بيفتح لي الصفحة الخاصة بالبروبرتس الخصائص باختار الطبعة و عدد النسخ و اللي يقاوت اذا كان رأسي او افقي و اقدر اختار كل دي الاعدادات الخاصة بالطباعة وبعد كده هقول له لو خلصت بعد كده هقول له برينت هيطبع معي لو الطبعة متصلة بالجهاز ده الجزء الخاص بطباعة الملفات تعالوا نشوف بقى ازاي بيتم التعامل مع الاشكال اللي هي شبس من قيمة فايل وهقول له نيو هنفتح تصميم جديد عشان نشتغل عليه و نشوف ازاي هطبع وهقول له اوكي فتح معي اهو و قلنا الخلفية خلناها ويت بعد كده اقدر اختار الاداة و ليكن هختار الريكتانجل طول دي وهرسم اهو بيها هسحب كريك شمال وافضل تساحب هرسم الجزء ده طبعا ظاهر باللون الازرق لانه مختار اللون تحت ازرق و ليكن هختار اللون ده الاداة دي وهسحب كده هو ولو عايز اخليها دائرية زي ما قلنا بضغط على مفتاح شفت ميك بورد وانا بسحب بالماوس هيخليها ليشكل دائري ابعاده متوازية زي ما احنا شايفين اهي وبعد كده اقدر اختار اهي الجزء اللي تحت خاصه خاصة وهي خاصة بتخصيص اشكال او ادوات الاشكال عندي هاي كل دي ادوات او اشكال جاهزة اقدر اختار منها الشكل اللي انا عايزه و ليكن الشكل ده وهرسمه كده بعد كده اقدر اغير اي شكل وحركوا من مكانوا وغير لونه اهو لو وليكن ضغطت على اللون واخترت اللون ده اهو اتغير لونه هجيب المفتول عايز احرك الجزء ده اسحبه وحركه طيب لو جيته حرك الجزء ده ليس متحركش معا يبقى هيتحركوا معي الاثنين مع بعض لازم اوفصل كل واحدة في لاير لو انا عايز اتحكم في uncles وحدة لوحدية. وهضغط كليك يمين واقول له shape one. اللي هي خاصة بالشكل اللي هو اللي قدامي ده. وبعد كده عارفنا ازاي بتعامل مع الاشكال الجهزة. طبعا كل برنامج وكل اصدار من البرامج عندي لفوتشوب في اصدارات كتيرة جدا على حسب الامكانية بتاع الجهاز لو امكانيات مش عالية قوي اقدر اشتغل باصدار زي السي اس سكس. ولو امكانيات اعلى اقدر اشتغل بالاصدار بتاع السنة دي 2021 واشتغل به عادي معايا واطبق زي ما احنا عادي. كل برنامج ليه خاصة بيبقى فيه مميزات اكتر من النسخة اللي قابليها زي ما احنا شايفين وهنتعرف عليها مع بعض وانا اكتشف مع بعض كل نسخة ازاي بتختلف على النسخة الاخرى. تعالوا نشوف مع بعض الجزء اللي هندلوسه تاني. التعامل مع لوحة الفرش. تعالوا نشوف بازاي بتعامل مع اللوحة بتاع الفرش اهو على مهلينا مع بعض. نركز اهم حاجة. لو اخترت البراش دي براش تول واقدر اهو ازاي اني مسك فرشة وبرسم بيها اهو الجزء اللي انا عايزه. وليكن عايز اكتب بيها اختار الحجم بتاعها اكبر واصغر يعني برضو واختار الحدة بتاع الفرشة ازا كانت اكتر حدة والسمك بتاعها من هنا اختاره وارسم بالشكل اللي انا عايزه. وادر اختار نوع تاني من الفرش كل دي انواع من الفرش اقدر اجربها ونشوف ايه الفرق ما بين كل واحدة واحدة هتلاقي كل فرشة غير التانية وليها حدة غير الحدة تانية. هنا برضو اقدر اتحكم في الخصائص بتاعتها برضو من الجزء ده. اهو اكبر واصغر الاوبستيتي اخلي درجة الوضوح بتاعها او تظهر عندي بنسبة 15% او اكبرها. اهو زي ما انتم شايفين بقت نسبة ضعيفة جدا يعني الفرشة بقت ضعيفة. لو انا انا مقلل الجزء الخاص بالاوبستي اهو. اقدر اكبر واصغر الجزء اللي انا عايزه. طيب كده عارفنا الجزء الخاص بالفرش. وازاي اتحكم في كل فرشة. وازاي اعدل في الخصائص بتاعتها ازا كنت اه اه بختارها من الادوات. واقدر اعدل من خاصات بتاعتها من فوق او من الجزء لو ضغطت كليك يمين بيختار لي اه اكبر اه او اقلل الحدة او اكبر الحدة بتاع الفرشة واختار اي نوع فرشة تانية موجود معي. تعالوا نشوف مع بعض برضو الجزء اللي بعده. وهو التعامل مع الكتابة. ازاي بقدر اكتب بقى على اه برنامج الفوتوشوب. واعرف ازاي ام تكتب افك ورأسي واعدل واحرك. وتعالوا نشوف مع بعض احسن جزء العملي ازاي بطبقه على الجهاز. قدامنا اهو. هاختار من فايل واقول له نيو او زي ما قلنا كنترول و ان واختار افتح ديزاين جديد واسميه من هنا اختار له اسم او زي ما انا عايز واخلي برضو الـ background contents تحت. خليها white. وهقول له اوكي فتح لي الحمالي مستنى جديد في الديزاين الشكل اللي قدامي ده. هكتب بقى جواه هستخدم اداة الكتابة اللي هي رمز T اهي ضغطت عليها. طيب لو ضغطت كليك يمين قدامي كذا خصائص او كذا اداة تانية تفرعت منها. ازا كان هكتب افكي او رأسي هنعرفهم مع بعض او واحدة واحدة. نبدأ نختار الاداة اللي هي الاولانية. هكتب اللي هي الافكي. وليكن هبدأ اكتب طبعا لو الخط الصغير مش هيظهر معي. لازم احدد بـ control و ايه او اضغط تلت ضغطات بكليك شمال. وكبر حجم الخط شوية عشان يظهر معي. على حسب انا محتاج قد ايه. واقدر اكتب الكلام اللي انا عايزه. واحدده بضغط برضو تلت ضغطات بالماوس كليك شمال او control و ايه احدده واختار من هنا اللون بتاع الخط اللي انا عايزه. وليكن اللون ده واقول له اوكي. طيب اخليه اعمله محازية مثلا في المنتصف او اعمله برضو اخليه اغير في الاعداد بتاعته واخليه bold او italic. واخلي اغير نوع الخط خالص من هنا على حسب الخطوط اللي عندي في خطوط نزلة مع البرنامج في الجهاز وفي خطوط قدر نزلها من على الانترنت. وياكن هاختار النوع الخط ده. اغير لي في الاعداد زي ما احنا شايفين. طيب تعالوا نشوف اقدر عمله شكل كمان وستايل اه هادوس على التي من هنا الجزء ده. وهقول له هاختار الجزء اللي هو الارc ده اهو. وهقول له اوكي. واجيب اقول له صح عشان اطبق التعديلات. وهجيب الادات الموف طول او اختصارها فيه من الكيبورد. وهسحب اهو بمجرد ما اسحب لتحت. زي ما انت شايفين اقدر اتحكم فيه المكان بتاع الصورة. او التكست. طيب تعالوا نختار النص اللي هو الادات الكتابة الرأسية. هسحب كده. وليكن الجزء ده اللي هكتب فيه. وهكتب عندي بمجرد مكتب هتلاقوا الكلام هو بيظهر معي رأسي. وبعد كده اقدر اغير برضو في الاعداد بتاعته لون الخط والحجم وهكذا. وهضغط صح عشان يقبل معي. وهغير احركه في المكان اللي انا عايزه باداة الموف طول. كل واحدة زي ما انتم شايفين نازلة في لير او طبقة الوحديها. البجرة او انت الخلفية البيضة. وكل نص نازل في لير. لازم انظم الشغل بتاعي. وانا شغل عشان اقدر اعدل وانا شغل في اي ديزاين. هو ما اغير ليش في ديزاينات البقية. اقدر برضو اغير في الشكل ده. الستايل بتاعه. وليكن هخلي الستايل بتاعه. بس لازم احدده الاول زي ما قلنا. عشان يطبق معي. وليكن هختار الجزء ده. واقول له اوكي واقدر اعدل زي ما انا شغال. ونكتشف مع بعض بازن لو نجرب بادينا ونغلط ما فيش مشاكل. بس اما هاجه اجرب واشوف اقدر استفيد ازاي بالبرنامج. وزي ما قلنا البرنامج ده هيفتح لي شغل كتير جدا باذن الله لو اهتمنا به. واقدر اتطور فيه باذن الله واشتغل به كمان مش في مكاني. اقدر اشتغل اونلاين كمان واشتغل به باذن الله. وهيفدني جدا. تعالوا نشوف مع بعض الجزء اللي بعد كده ايه? جزء مهم جدا وهو الطبقات ليرس. طيب ركزوا معي بقى عشان نعرف الطبقات ليرس دي. ايه هي الطبقات عبارة عن ايه? احنا قلنا نظام البرنامج في تشوب بيعتمد على حاجة مهمة جدا واسمها الليرز او الطبقات. طيب ايه بران ايه? انا مثلا عملت تصميم وليكن عملت خلفية للتصميم وعطيت صورة. جيت رحت كاتب فوقي نص تاني. وبعد كده جيت حطيت شكل تاني وهكزا كل وعط صورة تاني كل حاجة بتنزل في لاير لوحدها او طبقة لوحدها ليه? وليكن انا عايز اعمل للنص عايز اعمله ستايل او تنسيق مختلف عن باقي الديزاين. يبقى انا بتحكم في كل لاير او طبقة لوحدها بغير في اعاداتها وغير في ستايلاتها واضف لها شادو بضل واضف لها اي ستايل عايز اعمله عايز اعمله اي فلتر اقدر اشتغل بيه كل واحده كل طبقة او كل لاير فيه لوحده طيب كده اه كده احنا اه خدنا الجزء الخاص باللاير اه بعد كده هن باذن الله هناخد فاصل ونرجع لكم تاني مع بعض. موسيقى